يحملون أسلحة تفوق أعمارهم تساويهم في الطول أو تكاد وبذاكرتهم الطفولية وتجربتهم القصيرة لا يعلمون شيئا ولا يتصورون حجم مآسي الحرب التي سيقدمون عليها ولا حتى شكل جبهات المعركة وما يحدث فيها من أهوال تزيد على قدراتهم الصغيرة كل ما يعرفونه أنهم هنا في معركة مقدسة يجب أن يموتوا فيها ويخسرون حياتهم حتى قبل أن يدركوا ماذا تعني الحياة بالأساس وما يجب القيام بها أكثر من 15 ألف طفل جندتهم الميليشيا منذ انقلابها عام 2014 حتى اليوم استخدمتهم وقودا لحربها العبثية والعدد ما يزال في ارتفاع كما صرح بذلك وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في ندوة نظمتها الوزارة على هامش انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية ليست هذه المرة الأولى التي تحذر فيها الحكومة من استغلال ميليشيا الحثي للأطفال في معاركها ولن تكون الأخيرة بالتأكيد فلن تستطيع الميليشيا التخلية عن فكرة تطويع الطفولة والسغلالها في حربها ضد اليمنيين هكذا هي حرب الميليشيا تسلب الصغار طفولتهم وتترك فيهم ندبات لا تفارقهم والأمر من كل هذا أنها تترك الطفل في مواجهة اضطرارية وغير عادلة بين القتل أو القتال